الحملات برضو في المحافظات شغالة كل المحافظات بلا سسنا حالة انتفاضة يعني في انتفاضة فوش كورونا كل المحافظات شوفنا المحافظين في الشارع المحافظين في الشارع في حملات بيتجولوا في الشارع بيدخلوا هنا وبيدخلوا هنا وبيشوفوا المحلات وبيشوفوا المقاهي وبيشوفوا المواقف الميكروباس ومواقف النقل الجماعي وبيحطوا النقاط السناتر التعليمية لو احنا جينا نشوف السناتر وغلق السناتر ما زالت الناس برضو يعني عندها يعني فيه سنتر بيقدم شيشة للطلبة ايه رأيكم في بلقة دكرور سنتر بيقدم شيشة للطلبة يعني مش مكتفي انه هو خارق القانون وخارق تعليمات وزارة التعليم والحكومة بقفل السناتر للدروس الخصية الا انك بنتفاتح وبتقدم شيشة يخرب بيتك يعني مخالف وزارة التنموين مخالف مجلس الوزر وزارة الصحة وحتى يعني ده يعني حتى الولاد الصغيرة الادامة العامة يعني بتقدم لهم شيشة طبعا تم التعامل معه والحملة تموين شرطة مواحس تموين نزل اتقمضت عليه وحولت الموضوع للنيابة واحنا مستنيين اكتر من كده اكتر من كده حاجة وزارة التنموينية محلية اي مبدورها كامل مكمل وبتم مواجهة مثل هزي اه هنسمي ايه يعني تطرف للربح ولا نسمي ايه مش عارفين ولكن الدولة فيها قانون والدولة فيها مؤسسات والدولة بتواجه كل فعل شاز او كل فعل يعني ياخر اللي موجودين دول ولادك ما احنا قلنا مفيش جروس خصية اخر المدارس افلت المدارس افلت سواء المدارس الحكومية او الخاصة او الانترناشنال افلت انت فتح السنتر ومش بس وبتقدم شيشة طيب يلا عن نيابة العامة عندنا حملات الكورونا زي ما قلنا في كل حتة في كل يعني في الوسائل النقل الجماعي عندنا في محطات المترو عندنا في المواقف النقل الجماعي عندنا في القطارات وهيئة سكة الحديد كل الدولة وكل هيئاتها وكل وزاراتها واحياءها وزارة المياه المحلية كله اي مفوش كورونا ياريت المواطن يشوف ده يقوم معاهم احنا مش محتاجين مننا غير الكمامة الماسك بس ونظافة شخصية وطبعا التعليمات زي الدكتور امجد اللي قالها امجد الحداد راجل متخصص قالك التعليمات ايه يخليك في التغذية والنوم الصحيح والتغذية المزبوطة والتهوية المزبوطة خلصة الحكاية او على اقل انت مستعد بجهازك المناعي تواجه هذا الفيروس اللعين طيب الاعداد بدأت تقل بقى التسعمية تسعة وتمانين النهاردة خلي بالكم لو انتوا فاكرين كل يوم كنا بنقول ضعف حالة الانتفاضة للدولة انتفاضيتها في وجه كورونا الاعداد النهاردة تسعمية تسعة وتمانين فانقول الحمد لله لو المواطن ساعد ممكن نلاقي نقل النص عن كده كمان واكتر ان شاء الله يا جماعة خلينا شايفين المجهودات والفلوس اللي بتتصرف وطبعا كل دا حرصا عليك في ناس تقولك طبعا الجماعة اياها وطبعا الاعلام القطر اياها اللي انتوا عارفين والد محمد ناصر والعائل دي اللي ملهاش اي يعني بيبص النفسه في المرأة ازاي بيبص في العين ولاده ازاي طبعا ما يصدق اليها حاجة زي كنت قلت لك بصتوا ده وقفين ليه مفلوس بالشارع مش لقين يأخذوا حاجة بالناس ويطلعونها مش عارف ايه لا يا حبيب افهم انت بتقول ايه تسعين في المية من الشعب مع الحكومة اش ملوي فيك العشرة في المية اللي همه امسالك اللي زيك اللي همه اللي متربسين بنا وفي كل الوزارات وفي كله بيحاول يخرب كده من تحت لتحت لكن اللي بيخرب ايده بتطقتها عندنا في التعليم وفي الصحة وهنا 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 ابعد العناصر هيبانوا اللي اتقبض عليه اتقبض واللي ما تقعدش على هيجي هيجي هتروحوا فين هل العلاقة الزوجية اذا استقامت يستقيم الانسان خرس الزوجي اشنع من الطلاق اذا كان 40% من نسبة الطلاق نتيجة الضعف الجنسي دار رجاني فتقريبا اكتر منهم بكتير في خرس زوجي موجود جوه الوزار ايش حاجة اسمها انا بس نبنفسي لان دي بداية غير صحية انا بس نبنفسي النهاردة انا بكرة معتمل على الدواء انا بعد بكرة ما اقدرش اعمل اي حاجة من غيره بداية تعاطي المنشطات الجنسية هي بداية لتعاطي المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر